بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة آمنة تمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع التشكيل بالصلصال دمج الألوان رقم 2 التشكيل بالصلصال دمج الألوان رقم 2 في البداية سنذكر آداب الدراسة عن بعد وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة والصورة التي باللون الأحمر هي الجلسة الخاطئة أستمع للتعليمات المعلمة عندما تقوم بشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني ومؤدي الأمل بطريقة صحيحة أتبع التعليمات بالتسلسل المقصود بالتسلسل اللي هو الترتيب عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها وقوم بتنفيذ الخطوة وأنتظر حتى تنتقل المعلمة إلى الخطوة الثانية أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة عندما نستخدم بعض الأدوات الحادة مثل المقص أو المشرط أو السنوة الكهربائي أحافظ على نظافة المكان والملابس عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة وإعادة الأدوات إلى المكان الصحيح أتخلص من بعض الأدوات التي استهلكتها ولم أعد بحاجة لها وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف نأتي للدرس اليوم اليوم سوف نتعلم كيف نشكل بالسلصال دمج الألوان الأساسية والثانوية تعلمنا في حصص سابقة ما هي الألوان الأساسية وما هي الألوان الثانوية اليوم سنقم بمراجعتها ونكمل بقية الدرس إذن هدفنا العام أن يشكل الطالب والطالبة بالسلصال دمج الألوان الأساسية والثانوية عندنا في الأهداف القصيرة أن يسمي الطالب والطالب الألوان الأساسية أحمر أصفر أزرق ثم يسمي الطالب والطالب الألوان الثانوية أخضر بنفسجي برتقالي ثم يعدد الطالب والطالبة الأشكال الهندسية دائرة مربع مثلث مستطيل ثم يشكل الطالب والطالبة بالصلصال دمج الألوان الأساسية والثانوية عندنا الألوان كثيرة وتجعل حياتنا جميلة وملونة منها الأصفر والأحمر والأزرق ألوان مختلفة لكن في من هذه الألوان ما يسمى ألوان أساسية وفي منها ما يسمى ألوان ثانوية طيب خلونا نراجع مع بعض الألوان الأساسية أخذناها مسبقا تعرفنا على اللون الأحمر من الألوان الأساسية الأصفر أيضا يعتبر من الألوان الأساسية والأزرق إذن ثلاثة ألوان من الألوان الأساسية نأتي أيضا للألوان الثانوية اللي هو البرتقالي والأخضر والبنفسجي أيضا ثلاثة ألوان تسمى ألوان ثانوية مرة أخرى البرتقالي أخضر بنفسجي طيب تسمى ألوان ثانوية لماذا؟ لأنها ناتجة عند دمج لونين أساسيين عندما أدمج ألوان أساسية أحصل على ألوان ثانوية مثلا الأصفر مع الأزرق سأحصل على اللون الأخضر الأحمر مع الأصفر سأحصل على اللون البرتقالي البنفسجي مع الأحمر سأحصل على اللون أسفل أزرق مع الأحمر سأحصل على اللون البنفسجي إذن هي نتيجة دمج الألوان الأساسية طيب نأتي الآن إلى تسمية الأشكال الهندسية تعرفنا على الأشكال الهندسية في مادة الرياضيات والآن سنراجعها سويا نبدأ بأول شكل هذا الشكل يسمى دائرة أحسنتم رقم اثنان هذا الشكل يسمى مربع رقم ثلاثة هذا الشكل يسمى مثلث ورقم أربعة يسمى مستطيل اليوم رح نستخدم هذا الشكل لتكوين دائرة الألوان على شكل دائرة دائرة الألوان الأساسية والثانوية طيب نبغى نشوف الآن الألوان من حولنا في كل مكان سواء في المنزل في المدرسة في السوق في المستشفى في الشارع نشاهد أشياء مختلفة لكنها تتكون من ألوان ثانوية وأساسية وضعت بعض الصور التي توضح لكم الألوان الأساسية مثل اللون الأحمر قد نجته في التفاح في صورة السيارة في صورة الجاكيت في هذا الورد كلها تتطابق في اللون وليس الشكل هي مختلفة الأشكال لكنها تتطابق في اللون وهو اللون الأحمر أيضاً اللون الأزرق قد نشاهده في السماء في البحر في هذا القميص القطني الذي لونه أزرق أيضاً من الألوان الأساسية اللون الأصفر نشاهد اللون الأصفر هنا في صورة الموز لونه أصفر الوردة أيضاً لونها أصفر الليمون لونه أصفر الفستان لونه أصفر إذن أشياء مختلفة لكنها تتطابق في اللون إذن تختلف في الشكل لكن تتطابق في اللون وهو اللون الأصفر نأتي الآن إلى اللون البنفسجي الذي يعتبر من الألوان الثانوية قد نشاهده في صورة العناب في صورة الباذنجان في هذه الوردة أو الزهرة التي لونها بنفسجي ونشاهده في أشياء كثيرة قد نشاهده في الكتاب في ملابس في حقيبة في أشياء مختلفة باللون البنفسجي أيضاً من الألوان الثانوية قلنا اللون البرتقالي قد نشاهد أيضاً حولنا في المنزل مثل أنا وضعت بعض الأمثلة الجزر لونه برتقالي لكن أيضاً في أشياء مختلفة ليس فقط هذه الصورة التي وضعتها قد نشاهد أشياء مختلفة مثل ملابس حقيبة كرة أشياء كثيرة حولنا تتكون من اللون الثانوي وهو اللون البرتقالي مثل صورة الجزر برتقالي البرتقال لونه برتقالي هذه السيارة أيضاً لونها برتقالي إذن هي مختلفة في الشكل مختلفة في الشكل لكنها تتطابق يعني مثل بعض تتطابق في اللون وهو اللون البرتقالي هنا برتقالي 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 إذن متطابقة في اللون نأتي لللون الأخير الذي يعتبر من الألوان الثانوية وهو اللون الأخضر نشاهد مثلاً في الأشجار وبعض النباتات يكون لونها أخضر أيضاً في الخيار في الخس في الملابس في السيارات في الكرة في الحقيبة أشياء كثيرة حولنا تتكون من اللون الأخضر إذن تعرفنا على الألوان الأساسية والثانوية وأخذنا بعض الأمثلة للأشياء من حولنا في البيئة أو في المنزل أو في الشارع أو في السوق تتكون من هذه الألوان طيب الآن رح نشكل دائرة الألوان باستخدام السلصال طيب ما هي الأدوات والخامات التي نحتاج لها لصنع هذه الدائرة من عنوان الدرس التشكيل بالسلصال إذن سنحتاج ماذا؟ أحسنتم سنحتاج إلى السلصال سنحتاج إلى السلصال أيضاً قطعة بلاستيك حتى عندما أفرض أو أضغط السلصال أضعها على هذه القطعة حتى لا تتسخ الطاولة أيضاً بعض الأوراق أو كراسة رسم حتى أقوم مثلاً بلصق هذه القطعة التي سأكورها بالسلصال ولو أردت أن أثبت هذه الكورة الصغيرة على شكل دائرة رح يطلع عندنا الشكل النهائي بهذه الطريقة باستخدام السلصال سأصنع دوائر صغيرة من الألوان الأساسية والثانوية كيف الطريقة؟ الآن سنشاهد كيف نقوم بذلك وضعت قطعة بلاستيك حتى أحمي الطاولة وسأستخدم ألوان مختلفة وهي الألوان الأساسية والثانوية سنبدأ مثلاً باللون الأصفر أبدأ أضغط السلصال بيدي حتى يصبح طري وليل بهذه الطريقة من خلال أصابعي أضغط على السلصال ثم أقطع كمية بسيطة بعدها أبدأ بضغطها بأطراف أصابعي حتى تصبح طرية ثم بعدها بباطن اليدين أبدأ بتكويرها بهذه الطريقة إذن صنعت دائرة الآن باللون الأصفر نفس الطريقة مع بقية السلصال أفرق بيدي على شكل دائرة حتى تتكون لي كور صغيرة من السلصال بهذه الطريقة عملت مجموعة من الدوائر قبل الحصة هذه عندي الدوائر اللي لونها أصفر نستخدم أيضاً لون آخر من الألوان طيب لو سألتكم اللون الأصفر يعتبر من أي ألوان ثانوية أو أساسية أحسنتم أساسية نكمل اللون الأحمر بنفس الطريقة أضغط على السلصال حتى يصبح طريق بأطراف أصابعي وهذه العملية تساعد على تقوية عضلات اليدين والأصابع بعدها أقطع كمية بسيطة ومناسبة وأبدأ أحرك السلصال براحة اليدين بهذه الطريقة حتى تتكون لي كرات صغيرة من السلصال بنفس الطريقة أنا كونت مجموعة من الكور الصغيرة باللون الأحمر واللون البنفسجي الذي يعتبر من الألوان الثانوية وأيضا اللون البرتقالي وأيضا اللون الأخضر وأبدأ إما أني أستخدم ورق أو كراسة ترسم وأبدأ بتثبيت هذه الكور باستخدام الصم أو أقدر بمجرد أني أضغط عليها وتثبيت على الورقة سأضعها في المنتصف مثلا لون الأصفر وأكونها على شكل دائرة أكونها على شكل دائرة مثل هذا الشكل الآن برتقالي بعدين بنفسجي حتى يصبح عندي الشكل الهندسي دائرة مكومة من مجموعة من السلصال بالألوان المختلفة اللي هي الألوان الأساسية والثانوية بعدين اللون الأحمر إذن بهذا الشكل سيكون الشكل النهائي لكورات أو دوائر الصلصال اللي كوناها من ألوان أساسية والثانوية اللي هي الأحمر والأصفر والأزرق والبنفسجي والبرتقالي والأخضر كل هذه مثلنا فيها دائرة الألوان هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم عزاء الطلاب والطالبات أريد منك الآن عزيزي ولي الأمر تعميم المهارة مع ابنك وابنتك في المنزل من خلال تكرار ذكر الألوان الأساسية والثانوية أو استخدام بطاقات ويسحب الطالب البطاقة ويحدد اللون الموجود على البطاقة أو أنه يبحث عن هذه الألوان الأساسية والثانوية من حوله في المنزل كانت معكم المعلمة أمل التمامي أراكم بالحسن القادمة مع السلامة